السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد في هذه الحلقة نقدم لكم طريقة إعداد الكابوتشينو في المنزل باستعمال الآلة بالنسبة للمكونات بسيطة جدا محتاجين فقط ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الدوبان استعملوا أي قهوة تحبوها ملعقة كبيرة من السكر ممكن تزيدوا ممكن أيضا تنقصوا على حسب الدوق ومحتاجين كوب كبير من الحليب الساخين تقريبا ربع لتر بالنسبة للكمية اللي أنا أعطيت سكر ونسكافي فهي الربع لتر لو أضفت نصف لتر ضع في المقادير بالنسبة الطريقة بسيطة جدا ناخد فنجان كابوتشينو أو كوب الكابوتشينو نوضع فيها القهوة سريعة الدوبان سكر وملعقة كبيرة من الحليب الساخين باستعمال آلة إعداد الكابوتشينو نقوم بخفق المكونات جيدا حتى نحصل على خليط مثل الكريمة ثم ناخد الآلة بعد ما غسلناها طبعا ونقوم بخفق الحليب للحصول على كمية كبيرة من الرغوة الآن نسكب الحليب فوق الخليط ونحاول نرفع اليد ما أمكن الأعلى للحصول على كمية كبيرة من الرغوة ونسكب الرغوة المتبقية في القاع هذا هو الشكل النهائي الكابوتشينو المنزلي جربوه وصدقوني أين الإعجابكم وأفضل بكثير من الكابوتشينو خارج البيت على الأقل هذا مصنوع باليد ومعروف المكونات الموجودة فيه أشكركم جدا عن المتابعة لا تنسوا اشترك في القناة اعجاب الفيديو وضعوا تعليق أشكركم جدا عن المتابعة انتظروني في الفيديو القادم إلى اللقاء